نصل إلى الملف الليبي ومنذ فبراير شباط 2018 الجيش الليبي بدأت قوات الجيش في الشرق عملية تحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية التي تسيطر على المدينة من عام 2011 لأول مرة قام القائد العام للقوات المسلح الليبية المشير خليفة حفتر بزيارة لبلدة عين مارة قرب مدينة درنة التقى عددا من أعيانها ووجهائها معلنا أن عملية التحرير باتت وشيكة وأكد حفتر في كلمة وجهها للحضور أن القيادة العامة منحت أكثر من فرصة للجماعات الإرهابية في درنة لكي تسلم سلاحها وتحقن دماءها دون جدوة بناء الدولة الليبية الجديدة يبدأ بعملية تحرير درنة هذا ما أكده متابعون لزيارة المشيرة الليبي لفتين إلى أن زيارة حفتر إلى بلدة عين مارة هي إشارة إلى قرب الانتهاء من عملية عسكرية بدأتها القوات الليبية للقضاء على داعش وأتباعه في مدينة درنة مراقبون قالوا أن أهم رسالة في زيارة المشير حفتر هي حرص القيادة الليبية والجيش الليبي على المدنيين في مدينة درنة وضواحيها مؤكدين أن رفع الروح المعنوية للجيش الليبي وأهل المدينة كانت أيضا من أبرز رسائل هذه الزيارة الفريدة من نوعها ولفت مراقبون إلى أن عملية درنة التي تتم حاليا يجري التنسيق لها في الداخل الليبي وفي الخارج تحديدا مع الجارة مصر مؤكدا أن الهدف المشترك بين الجيش الليبي والمصري هو محاربة الإرهاب والقضاء على دواعش درنة وغيرهم من جانبهم عبر أهالي بلدة عين مارة في كلمة له خلال زيارة المشير حفتر اليوم عن دعمهم الكامل للقيادة العامة في حربها ضد الإرهاب مطالبين بقيادتها للمرحلة نظرا للوضع الحرج الذي تمر به ليبيا